بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى يكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للدفئة على سواحل الشمالية ومائل الحرارة على شمال السعيد وحارة على جنوب سينة وجنوب السعيد بالليل الجو يكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء كمان في شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال السعيد خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غيني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك كيفا أهلا بحضرتك وطمينينا عن حالة التقصى النهاردة نحن طبعا اليوم نكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية والكمان درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبعية المستهدة الوقت من العام بتشهد طبعا انخفاضات في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى تكون 23 درجة مقوية وده بسبب ان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط الكتل دي بتكون معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها فبالتالي اليوم سيكون طقس شتوي دافي في أغلب محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال السعيد ماء للدفء في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين ماء للحرارة الحار في المحافظات الجنوبية وتحديدا بيبقى في جنوب السعيد وجنوب سيناء ده بيكون في فترة النهار وكمان تحديدا في فترة الظاهرة مع شدة الإشاع الشمسي لكن طبعا فترات الليل مع غياب أشاع الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة الانخفاض ده ملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر الوقت دي اللي بنسجل فيها أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله أجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان في المدن الجديدة لأماكن اللي بتوقع المسلوحة بشكل كبير المحافظات اللي بيكون لها ظهير سحراء فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز العشر درجات في مناطق من القاهرة الكبرى الخمستاشر درجة مقوية في مناطق من محافظات السعيد ولازم نخد بنا من فرق قيم درجات الحرارة أيضا اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وسرعا ما بتتلاشى مع سطوع عشاعة الشمس يمكن أن هذا الوقت بدأت في التلاشى بشكل كبير سعب الكتير والرؤية الأثقية تحسن تماما على أغلب الطرق وما فيش أي تأثير للشبورة المائية أيضا اليوم متوقع أن يكون في نشاط لرياح على مناطق من القاهرة الكبرى نشاط رياح ده هيكون موجود أو محسوس أكتر فترة المساء أو ساعات المغرب وفترات الييل وده بيساعد بشكل كبير أن نحن نحس بانخفاض قيم دربات الحرارة طيب الرياح دي محملة بأي رمال أو أتربة؟ لا الحمد لله هي غير محملة بأي أتربة أو رمال مصارى وهو نشاط نسب الرياح يعني مش نشاط قوي من القرش منه تماما هو فقط هتخلينا نحس بالبرودة أكتر فترة المساء هتكلم معانا لحد إمتى النصاط الرياح ده؟ هو إحنا بكرة إن شاء الله الأول اللي هيبدأ معانا فرص الأمطار يعني بكرة السبت إن شاء الله نبدأ نشوف فرص الأمطار في المحافظات السحالية سواحنا الشمالية الغربية والسحر الغربية مناطق من محافظات شمال الوكه البحري مش هيكون فيها يعني أي نشاط رياح يعني بكرة إن شاء الله متوقع أن ما يكونش معانا نشاط للرياح لأن احنا من يوم الحد اللي جاي هنبدأ حالة من حالات تقلبات الجوية أو عدم الاستثار في الأحوال الجوية هيكون فيه تأثير لمنخفض جوي متعامل في طبقات الجو العليا ده هيعتبرة من الحد والاتنين والثلاث إن شاء الله يمكن كمان زروة الأمطار أو زروة تقلبات الجوية هتكون يوم بثنين لأن الحالة الجوية المتقبة دي هيكون فيها طبعا تساقط الأمطار مختلف بالشدة في أغلب محافظات الجمهورية يعني شدوته تختلف من منطقة للثانية هيكون كمان مصاحب للأمطار نشاط للرياح في أغلب المحافظات ده هيساعد إن احنا نتكسده إنخساط قيم درجات الحرارة بشكل كبير لكن ثميات الأمطار طبعا يعني مختلفة من محافظة للثانية وأول بأول طبعا ما حضرتكم نقول تفاصيل ثميات الأمطار مهم جداً بدء في فترة دي ما نمساش إن احنا لسه في فصل الشتاء الأجواء الشتوية لم تنبهي ويمكن الأجواء الشتوية دي متوقعا هي تكمل معانا فترة يعني صورة مش بس بس مع النهاية الرسمية لفصل الشتاء لأ هتكون كمان مكملة معانا نهاية ثلاثة أو بداية شهر أربعة وخاصة فترات الليل البرودة لسا مكملة معانا فبنأكد على كل السيدة المواطنين عدم تخطيط الملابس خلال الفترة دي من السنة تجنباً طبعاً لنزلات البرد فشكرك في النهاية شكراً جزيلاً دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 23 وصغرة 13 العاصمة الإدارية 24-12 اسكندريا 20-11 العالمين الجديدة 21-12 مطروح 19-10 طميات 20-13 بورسعيد 21-12 اسماعيلية 24-12 السويس العظمة فيها 23 وصغرة 13 العريش 22-9 كاترين 19-7 وطابة 26-14 حلايب 27-20 وشلاتين 29-19 شرم الشيخ 30-16 والغرداء 28-15 تفايوم العظمة فيها 26 وصغرة 14 بني سويس 26-12 الوادي جديد 34-13 وأسيود 27-13 سهيك 30-13 قنى 31-15 لأسر 33-16 وأخيرا عصوان العظمة فيها 33 والصغرة 17 مشاهدين دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمتها إيطة الأرصاد الجوية وعلى طول هنروح لمصطفى تاني نكمل معاهم فقراتنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر